كنا صغار من يومان وزمانا متعب بحليم مقطو في بلد من مشوار شو يعني لو قالوا صغار مقطو في بلد من مشوار شو يعني لو قالوا صغار مقطو في بلد من مشوار شو يعني زي الضل رفقنا الأمل زي الضل رفقنا الأمل كان اقتراب البحر بين رصاصتين مخيما ينمو وينجب زعترا ومقاتلين الصرخة الأولى كانت بمخيمتها للزعتر وبالتحديد بخمسة حزيران 1961 السيعة خمسة الفجر ومن الصرخة الأولى لعند ما صار عمري خمسة عشر سنة وأنا بصرخ بالمخيم أنا وعيت ببيت مكون من غرفة واحدة فقط لغير بمخيم وهي الغرفة حيطانها زينكو وسائفها زينكو بالشتاء الزينكو بيدلف ماء وبالصيف بكون هاي الغرفة نرجها النام فتحنا عيوننا على أم بدون أب لسبب أنه من أنا وعمري سنة أبو يضطر أنه هاجر لأنه بلبنان كانت الظروف المعيشية للفلسطينيين كتير صعبة ومازالت طبعا فعشنا ببيت الأم هي اللي بتربي أبنائها يمكن من أنه عمري إذا بقى شوية هيك ذكرتي قوية ثلاث سنين لأربع سنين بتذكر لهلأ كل ملامح وتفاصيل حياة أمي وعينا ببيت وبلشنا نكتر طبعا يعني كنا أولش اتنين بعدين صرنا ثلاثة أربعة خمسة ستة وبمرحلة لاحقة صرنا ثمانية لما كنا لعن ستة أطفال دايما نوعى بس على أم عم بتربي كل ما بشوف حمامي حاضن أولادها على السريع بتيجي صورة أمي بوجي وكأنه أمي كانت بالظبط مثل حمامي كانت بتحضن ست أطفال تحت جناحاتها يمكن من أكتر ذكريات المخيم حميمية هي الطبلية وأنا من كتر ما بحب الطبلية رحت على نابلس وفصلت خصوصي طبلية علشان دايما أظلم تذكري طفولتنا حوالين الطبلية وكأنه كانت الطبلية بتلم ستة أطفال مع أمهم بدون أي تمييز ما بين طفل وآخر بتذكر حادثة صارت أو هي حوادث كتير صارت بس من أكتر الحوادث اللي أنا دايما بتأثر فيي كل ما أتذكرها لما أمي كانت كل فترة وفترة بتجيب شوية لحمة أو شوية كبدي وبتطعمنا إياها وبتقسم هاي الكمية القليلة البسيطة كتير كتير بتساوي على الأطفال الستة وهي ما يعني بتقعد بتغمس بزيت الزيت تبع الكبدة أو تبع اللحم اللي بيبقى بالمقلة يعني بتحرم حالها كانت كرمان إن الطعم هي أطفالها الستة موسيقى 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 هلأ أنا صار عمري خمس وخمسين سنة بس لهلأ بحس بيغصة وبحسرة كتير كبيرة إنه أنا يعني كلنا بالبيت اضطرنا إنه نعيش بدون وجود أبي بشكل دائم الأب هلقدي مهم زي من الأم مهمة اللي كان بيخفف عننا إنه أمي كانت بتلعب الدورين دور الأم ودور الأب بنفس الوقت والدور الثالث دور المناطلة يمكن هذا كان بشعرنا كأطفال ستة بنعيش ببيت إنه نفتخر بقاب يعني بعاني زي ما إحنا كمان بنعاني من أجل أطفاله لكن كمشاعر إنسانية لحد هاي اللحظة أبو يتوفى من فترة كتير قصيرة لكن لحد هاي اللحظة دايماً بحس بيغصة إنه أنا كنت بتمنى لو بكون يعني طفلي زي كل أطفال العالم اللي بعيشوا بحضن أم وبحضن أبي نفس الوقت كتير كان مؤلم إنه أنا كطفلة مخيم أضطر أروح على مطعم الأنروة علشان أنا أخذ وجبة غذاء كتير كان مؤلم إنه أنا كابنت مخيم مضطرة إنه أنا كل يوم الصبح أروح أوقف بطابور فيه عشرين تلاتين طفال علشان أخذ كاسة حليب يمكن هاي المعانا أو هذا الألم بيعمل لنا كان نوع من التحدي إنه مقابل يعني هذا الإحساس بالقهر فيه هناك لازم يكون فيه إجباري بالمنيح بالعاطل تفوق بالقهر يمكن أنا بيضحكني هذا قصة ملاعب الطفولة بنت مخيم ما في ملاعب طفولة نجاح بنت مخيم في حارة بنلعب فيها والحارة ألعابها كانت كتير بسيطة مجموعة من الأولاد والبنات بيلعبوا مع بعض واللعبة مركزة إما إكس وإما سبع حجار وإما يعني نخترع ألعاب من أغطية أنان الكولا اللي كنا بنشربها أو اللي كانوا بيشربوها وبنلاقيها بالحارة نعمل لعبة من قماش من قطع قماش ويعني هيك هاي كانت ملاعب الطفولة بالنسبة إلنا يعني جوات الحارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المجزرة ما بدت بس وقت حدوثها هي المجزرة badass قبل بكتير من موعد حدوثها وبالتحديد بدت قبل بحوالي سنة وتلاتة شهر المجزرة صارت بـ 12-8-76 لكن الحصار على المخيم بدأ من 13-3-75 الحصار بدأ تدريجي لعندما وصل إلى المجزرة مثل كل أطفال المخيم عشنا كل هاي التفاصيل كل هاي المعنى الإغلاقات كانت بتصير كل فترة وفترة على المخيم ورفع حظر التجول بصير مثلاً أنه بيغلق المخيم أسبوع بيرفعوا الحظر عن المخيم مثلاً اليوم تطلع الأهالي بتجيب احتياجاتها من برية المخيم تصعيدي صار الموضوع بالتدريج القصف بلش بالرشاشات بالمدفعية تطور إلى أن وصل القصف بالطائرات زينا زي كل العائلات والمخيم طردنا ننزح من داخل المخيم لطرف المخيم هلأ لما أنا برجع بتذكر كل مرة طبعاً هو ما بتنتسى بس لما برجع بحكي عنها بصوت عالي كل مرة برجع بحس حال أن أنا اختنات ما في ممكن ما بني آدم عاقل أنه يظل مستوعبه أو متحمله أو أنه يصدق أنه ممكن يكون فيه إجرام بهذه الدنيا بهذا الحجم اللي بتعرض له ناس يعني تهمتهم الوحيدة أنهم فلسطينيين لاجئين يعني يمكن حماية أمنا إلنا كأطفال ستة ساعد بأنه إحنا نظلنا كتير متماسكين يعني هاي الأم اللي أنا بالنسبة إلي أمي فعلاً امرأة جبارة مش لأنها أمي بس جبارة بكل معنى الكلمة اللي كانت مستعدة أنه يعني كرمال ولادها تأملهم أبسط الاحتياجات أنه تعرض حالها للموت بقي لحظة يعني علشان ولادها ما يعطى شو أمي كانت ممكن تموت بقي لحظة وبشكل دائم هذا الحقيقي كان بتكرر لأنه المكان اللي الإمهات والأباء عم بيروحوا بيجيبوا منه ماء أماكن معرضة للقصف الدائم والقتل الدائم طبيعي أنه طفل بعيش حالة حصار متواصل أنه ما يشعر بالأمان الأمان الخارجي بحكي أنا أنه يشعر بأنه أي لحظة بأي لحظة ممكن أي حدا من اللي حواليه يستشهد هو إذا استشهد ما رح يحس فيها خلص يستشهد لكن أنك أنت تفقدي حدا من اللي حواليك هذا كان بحد ذاته مأسا الخوف الأكبر كان على الأم كون الأم اللي عم تتحرك لا تأمن كل احتجاجات أطفالها أحيانا كانت بتقدر تأمن وأحيانا لا زي كل الأمهات بالمخيم زي كل الأباء بالمخيم لعندما وصلنا لمرحلة أنه ما عدتش فيه إشي يتأمن أصلا باللحظة اللي انتهى كل المواد التمونية انتهت من البيوت بالمخيم المقاتلين داخل المخيم قدروا أنا بدأ أسميها عملية فدائية لأنه هي فعلا عملية بكل معنى الكلمة قدروا أنه يقتحموا براد مخزن براد بخزن فيه لحوم على طرف المخيم وكان فعلا تطلب بطولة كتير عالية علشان يقتحموا هذا المكان ويغتنموا يغتنموا من هذا المخزن كل اللحوم المجمدة اللي موجودة فيه ويوزعوها وبصدقهم بقول بالتساوي عكل أهل المخيم الأمهات عرفت كيف تستخدم هاي اللحبة كيف تطبخها وتخزنها وتعايش أطفالها من وراها لما كمان حتى هاي المادة خلصت من البيوت رجع الشباب كمان مرة عملوا كمان مرة عملية فدائية واقتحموا مستودع للعدس تخزين العدس ووزعوا هذا المخزون كمان على كل الأهالي هلأ هون صار الغذاء الأساسي بالبيوت هو العدس بما يتوفر من المي والطبخ كلياته صار بيصير على الحطب لأنه ما عدت متوفر ولا أي وسيلة للطبخ الأمهات بطبخوا العدس وصاروا اخترعوا الأمهات اخترعوا فكرة يعملوا خبز من العدس فكان فيه جروشة بيجرشوا العدس على الجروشة وبنخلوه لحد ما يطلع الإشي الناعم وبعجنوه بالمي المتوفر عندهم وبيعملوه راس وبيخفزوه على الصاج وبالمقابل بيسلقوا عدس مع شوية ملح وصرنا منغمس عدس بالعدس كنا منتصور أيام العيد لما بيجو خلاتي لما منروع عند خلاتي هاي الصور كنا منحتفظ فيها اللحظة اللي تم اقتحام المخيم فيها وهي صارت لحظة غادرة إنه كان قبل بليلي منظمة التحرير بلغت الأهالي إنه الصليب الأحمر بكرة رح يدخل المخيم لإنقاذ من تبقى داخل هذا المخيم فبالتالي الأهالي خلص يعني يعني جمعوا أشياءهم الثمينة اللي بيقدر يخذه معه والأشياء الثمينة كانت أشياء كتير بسيطة يعني أختي واحدة من الناس اللي جمعت الصور وحطتهم كلياتهم بكيس علشان إنه هاي بالنسبة لنا يعني أشياء مهمة ذكرياتنا طفولتنا حياتنا فلما اقتحموا المخيم وبطريقة كتير فيها غدر اضطرت الأهالي إنه تخلي المخيم بدون طبعا ما يدخل الصليب الأحمر كان أختي الصغيرة كان عمرها ست سنين في ذاك الوقت اسم نبيلة الإشياء الوحيدة اللي لقته حدها كان محطوط على الباب كيس الصور فنبيلة حملت الكيس وطلعت مع أمي وأخوتي ومش يوم مع أهالي المخيم لعند ما وصلوا لبر الأمان اللي هي كان تجمع ما كانش لسه كمان بر أمان يعني اللي هو لحد ما جمعوا كل الأهالي بساحة مدرسة اسمها مدرسة الفندقية أنا وأختي اللي أكبر مني ضلينا لسه بعدنا بالمخيم لاحقا أنا لحقت أمي وأختي كمان ضلت بالمخيم فأنا لما وصلت لأمي كان صار الناس كلها مجمعة بهاي اللحظة كانوا الكتائب قاعدين بيفحصوا إذا نفد أي شاب من الشباب علشان يقتلوه لأنه طول فترة الطريق وإحتى طلعين من المخيم ما كان في شاب ينفد من بين إيدهم كان كل الشباب بتعرضوا للقتل وكل واحد بطريقة تختلف عن الآخر كل أهل المخيم شافوا هذا الحكي طبعا أنا لحقت أمي وشفت جزء من اللي شافوا أهل المخيم فكان الكتائب بهاي اللحظة عاديين بيفتشوا بين الأهالي إذا بيشوفوا إنه في شاب نفد ولا ما نفدش فإجا واحد كنا صرت أنا مجمع أنا وأمي وأخوتي فإجا واحد من الكتائب بيسأل أمي بقولها إيش في بهذا الكيس فأمي بتقوله صور باللحظة لأمي بدا تفتح الكيس كان هو بسنجة الكليشن اللي معه باعت الكيس ومن سوق حظنا إنه هو أول ما شاف يعني اللي طلع على سطح الصور صور لقلي أنا وأختي وإحنا يعني بطاقات أشبال وزهرات فهذا نجن جنونه إنه كيف إحنا بعدنا عايشين يعني واعتبروا كأنه إحنا كنا يعني مع أنه أطفال لكن اعتبر إنه يعني هدل الأطفال حتى هم مقاتلين فبلش يصرخ ويسب ويطلب مننا كلياتنا إنه كلياتنا ننصف على حيط فأنا صفيت بالطرف وإمي صفت بالطرف وبقيت أخوتي موجودين الأربعة بيناتنا لأنه عهد كان ضلط بعدها بالمخيم باللحظة اللي بدنا نطخ فيها ما رأى من بعيد أنا لمحت من بعيد حدا جاي فأنا ما بعرف ليش حسيت إنه هذا هو طوق النجا بلمح البصر كنت أنا متعلقة برقبته وبصرخ إنه إنت ما عندك خوات فهو مسكنا من إيدي وإيجا عند الكتائب اللي بده يتخنه وقال له إنه ما حرقت لك قلبك هاي الكلمة فهدك قال له إخوات الكذا وكذا سب مسبات كتير سيئة إنه شوف إيش اللي الصور اللي معهم بهاي اللحظة بالتحديد بهاي اللحظة بالتحديد صارت حالة هرج ومرج على الطرف الثاني مننا لنكتشف إنه مسكوا شاب وبالتالي كان متعة بالنسبة للكتائب إذا مسكوا شاب إنه تصير عملية قتله عملية جماعية فاللي كان بديه يقتلنا بسبب إنه مسكوا هذا الشاب ورح هو يشارك بعملية قتله تم إنقاذنا بهاي اللحظة مرأت سيارة مارسيدس لا لا أنا بعدني وأتذكرها فهذا اللي أنا اتعلقت برأيبته طلب من صاحب السيارة إنه يوقف ويأخذنا معه بالسيارة فقاله ويني السيارة ملياني ناس ففتح الطبوني تبع السيارة وزاتنا كلاتنا بالطبوني وصرخ على الشوفير ودرب على السيارة وقاله طير من عائلة الخطيب راح 76 فرد استشهدوا ما بين شباب وما بين نساء وما بين أطفال وما بين رجال وجزء مقرب جدا جدا يعني مننا يعني زي خالي وولاده الستة والأبعد لأن الأقارب الأبعد شوي صغيرة من خالي وولاد عمي وولاد عمتي يعني وجزء منهم طريقة قتلهم يعني إحنا شفناه بعيوننا يعني أنا جدتيني من سوق حظهم يعني جدتي أم أمي وجدتي أم أبوي استشهدوا التنتين وهم عجايز بمجازر أم أبوي بمجزرة مخين تل الزعتر وإم أمي بمجزرة شتيلة بيتل الزعتر واحد من اللي استشهدوا ابن عمتي اسمه علي يعني كل أهل المخيم شافوا طريقة استشهاده يعني بشعق إلى درجة يعني أحيانا مخك بدرش السواعبها إنه ولد عمره 17 سنة كان إنه يمسكوه ويربطوه بسيارة والسيارة تضلت تمشي وهم جرجر ورا هاي السيارة يعني لعندما استشهد حدا تاني من قريبنا اسمه أبوي يسين أبوي يسين فريجي كان ممرد بالأنروة فكان مرته متصاوبة بكتفها فباللحظة اللي احنا طلعنا فيها من المخيم كان هو حاضن زوجته لكن لابس مريوله مريول التمريد فالمريول كله دم فلما شافوه طبعا يعني زاحوا زوجته عنه بيعنف شديد وأخدوا أبوي يسينه وربطوا أبوي يسين كل إجر بسيارة وكل سيارة راحت باتجاه هلأ بعمر 15 سنة أنك أنت تشوفي هاي المناظر وحتى كمان أصغر من 15 سنة ولا أكبر من 15 سنة وكأنه تنحفر حفر بذاكرتك بالضبط بالضبط متل ما قالولنا وإحنا محاصرين بتل الزعتر يا أهالي مخيم تل الزعتر كل واحد يدبر راسه يا أهالي مخيم تل الزعتر كل واحد يدبر راسه ندبر راسنا ندبر راسنا ما هو أكيد رح ندبر راسنا ما إحنا من 66 سنة ومن يوم ما سكنونا بأول خيمة وإحنا مندبر راسنا تقريبا صار ماري 40 سنة على مجزرة تل الزعتر لكن أنا أكاد أجزم أنه ولا مرة أنا قدرت أنسى واللي ما بيخليني أنسى هو حجم الألم اللي تعرض إلو أهل المخيم أثناء المجزرة وما بعد المجزرة الفقدان فقدان الأهل الأرايب الأحبة أعتقد ما حدا بيقدر ينسى يعني قريب كتير لإله فأده أنا عندي كان خال واحد فقط لا غير خالي استشهد هو ولاده الأربعة داخل هاي المجزرة أنا كل ما بسمع هل أحدا بينادي خالي هل قدي بتحصر أنه أنا ما عندي خال عشان أنا دي خالي الأحداث اللي منمر فيها على مدار الأربعين سنة بشكل متواصل من مجزرة لمجزرة 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 باختلاف الأماكن دايما بتعيدني أنا كميسة الخطيب لمجزرة تل الزعتر كن نظر من يومين وزمننا متعب بحليم كن نظر من يومين وزمننا متعب بحليم مقطة في بلد من مشوار شو يعني لو قالوا صغار مقطة في بلد من مشوار شو يعني لو قالوا صغار مطسور مصر مؤسة بلد وزي الضل يرفقنا الأمل زي الضل يرفقنا الأمل